أنا مكلمة أخرى أستاذ معنا هاد المرة للمريم انت البيضة فدلي للمريم مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله وبركاته علينا وعليك للا بشمات منيتي يا رب مرحبات فدلي شكرا خاطر لكم بغيت نسولك فك عندي واحد المشكلة مع الزوجتي علي وحنا ده بس يالله بدينا الدعوة ديالتلاق ديريننا ديال الشيقة وانا دياله يالله بدينا ميمكش نرجعو زيما ميمكش نعلو الشيطان مرحبا فينا أصلا هم ديرو اتفاقي وقل الأخر هو غير رأي وعلى حسب ذك المنتون اللي كي يخرجو غير رأي وعاوثني اتفاق الثالي يرجع ندف ديال الشيقة ويمكسرو المشاكل وذك شي ولا فيهم تأثير تعلال ولدات وذك شي صاف يسمعو على صحكي مينك تطل هالدرجة كي يخطك التفارق على خير لا يدي اللي فعل خير المشكل لكي من ديالولدات واحدة عنده ديالتين وصغور عنده يالله بشهور ودبا ان شاء الله اللي اكتب صلاق بحملت خلالي انا والمونطون اللي غير يخرجو ما غير يكفيني باش نخليلهم نصف مستوى المعيشة السؤال اللي باغنسو الأستاذ هو انني عندي العائلة ديالي كلها برا وذا ما بغيت نمشي وندي ولداتي معي ونبقات ما وكنت سأل ما حد باقي هذا الفوزيديو ديالتين يقوش كي نشي طريقة باش ناخد موافقة من عند الزوج الهد القادية نعم ولما يمكن تولا هذا هو الحل اللي بلي حيث انا عائلة كلها برا وانا ببحدي غادي مقام كرثة ولكن هو من ترح سيعلي هاد الامكانية واش رفضها واخر بالعكس واخر بالعكس واخر بالعكس انا عافة بانا واخد دام بعيد مغيش شو الاده بزافه هو مشي العكس واخر سيفكر في استقرار الوليدة سيفكر في الاسد داكشي اللي بنتكم سوقكم ماذاك الوليدات اللي خاسكم تفكروا لهم في افقا معك اه ولكن بسبل لبابي انه بقي ده بحريكي قولو الجرح جديد بقيش شوية عواء قلو شوية صور علاقة بالحالة بقي ما كيفكرش منطلحة الدرار اذا با هو واخد الى هاك شخصية وانك هو بني بالتبم رافض كليا وزيما ما كانت مش انا وغاية رأيون هنالكبتان يكون خيرا اذا كانت حاجة قانونية دار باش نشرح زيما هاكا القاضي باناني زيما زيما القاضي صعيب علي ببوحديو بانه اصلا ما كيكونش زيما ديما باش غادي استفضل الدراري هو ديما دي بلاس ما ويلا مشا كي ديما لها ايلتوكي باش هو اللي كيتكلب بهم لا يقابلهم فمتني يعني ماشي غا نجد نوبو وغا نحرموا من ولادو لشي حاجة ومامسة انا ما عنديش مشكلة بيانت الصيلة كانت برا وقتاش ما بغاي شوفهم يشوفهم ذاكش ايه واخلا شكرا مرحبا للمريم كل فرح ان شاء الله اللي فعل خير يقدمها الله هو فحق يعني في اطار المرحلة الاتفاق يكون نوع من تفاوض يعني حول الاتفاق يعني انا ديما احبيد هاد المرحلة مهمة جدا لانه اذا تم اتخاذ القرار بين طرفين وكل طرفين سيتحمل مسؤوليتهم بهذا الطلاق بالحال يكون احسن طلاق اتفاقي حتى تكون واحد نوع من الوضوح وكيكون نوع من تفاهم وتكون واحد نوع من استمرار اللي كنقول دائما الاجتماعي يعني كيكون فصل الزوجين وكيكون احترامه تقدير وصداقة ما بالأبوي يقدر يكون عقله صغير نسمنا يكون هو كبير وهذا حكم ديانه مش ديان نحن يقدر يكون عقله كبير الله اعلم ولكن بالنسبة لها هاد المرحلة اللي كانت ممكن ترجع ليكون احسن علشي ان عندها شروط اللي ممكن انها تتنازل عن بعض الشروط بين قوتين وانها تكسب شروط اكبر يعني مثلا في اطار يعني السفر بالمحضون ربما يكون كنوع من مورقة ضغطة باش انها يعني تفاود في هذا اساس هذا فالك انت مثلا يعني تحديد نفقة في حد الحدود معينة تتنازل كذلك على المتعادية لها مثلا انا اعطي عر يعني 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 اقلام او رؤوس اقلام اللي ممكن هي في خلال يعني الوضع ديالها ممكن انها تفكر وتقرر في هذا اطار هذا لكن يعني في اطار صعب جدا انه يتم يعني مدم انه يرفض اعطاء الموافقة يصعب يصعب جدا انتقال بالمحضون خارج ارض الوطن وانقول يصعب جدا لان حسنا المحكامة ربما انها ترفض واحد نسبة كبيرة جدا ترفض المحكامة بعتبر ما كنش اسباب لانه يعني انتقال بالمحضون والعيش خارج ارض الوطن صعب جدا ان المحكامة تعطيك هذه الموافقة الا انها كانت الموافقة ديال النائب الشرعي بعتبر انها ممكن تكون الخروج من ارض الوطن يكون مؤقت كما تكلمنا عليه مؤقت لقضاء يعني فترة العطلة او انه لأسباب دراسية او اجتياز مباراة او مرض معين لقدر الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك ممكن يكون يعني القضاء يتساهل لانه الشرط ديال اعطاء من طرف القضاء ضمان الرجوع ديال المحضون الى ارض الوطن هنا الان كتقول غنصافر بهم غنعيش على خارج الوطن وغاديبقوا معايا ولا بغاء اي وقت صعب جدا انه يمارس السلطرحين بهم لانه غيكون الدخول غيكون عرف العطال فصعب جدا هي غتتكلف المصاريف خاص ما عرفنش الدولة غتتمشي لها واش غادي تكون بعيدة او قريبة فانتقال بهم والرجوع بهم والدخول بهم صعب جدا فانا اعتقد انها ترجع للمرحلة اللي قبل انها تحاول انها كان عندي الرغبة ديالها باش انه احتى المبالغ اللي يخرج يعني وفق ما عنده ماشي المدخول دياله الشهري نقول دائما المدخول دياله يعني انه كل مداخل دياله قد تكون عنده اصول معينة قد تكون عنده شركات او اسم في شركات قد عند حصص في شركات معينة قد يكون مثلا واحد اكرياف دخول معينة هذا كل خاص القاري تتبت له لانه بعد حيك يقول كوان ارى عنده 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 وكتجي كتصرح لي يقول 3000 درهم هو اللي كتقادة ولكن عنده ارت عنده هذا عنده مجموعة عديل اشياء كاللي من اعطي حتى نوع السيارة التي يعني اللي كيمشي عليها فهذا نوع او مثلا المكان اللي يعيش فيه او بساف الاشياء اللي كيكون بالنسبة للقاضي يعني بعد من يعني ديزان ديس او الشيارات اللي قدر يبني عليهم لذا القاضي كيكون حابي سلمين فمن ضلموش القاضي اللي احكم بوحد يعني المبلغ قليل لانه كيشوف خلال المعطيات اللي عنده الواتيخ اللي عنده على ضؤوم تي 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 فكنتمنى ترجع لهديك المحار يكون احسن مش تحصل على اشياء اكبر والله اعلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة